السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميذ الأعزاء تلميذ السنة الثانية متوسط شوفوا معنا اليوم في الصفحة 21 سوف نشرحوا هذا الدرس اللي راهوا قدامنا هذا الدرس silent letter ما معنتها silent معنتها سامت ولتر معنتها الحرف ان شاء الله اليوم زوج حروف سامتة هو الحرف ال H و حرف D هذا الدرس سوف يكون الأستاذ يقرأ لكم هذه الحرف و انتم حاولوا تعرفوا هذا ال H راه يصامتة ولهذا D راه يصامتة هنا لدينا كلمة hour معنتها ساعة هنا ال H honest honestly honor honored honorable 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 what which when why where when white vehicle ما ننطقوهاش أول حاجة لازم تعرفوها أنه كي تكون عدنا W ومورها H 90% ال H هذي ما ننطقوهاش كي تكون عدنا W ومورها H 90% ال H ما ننطقوهاش زيدوا هنا هذو الكلمة تقدروا تحفظوهم هذو الكلمة تحفظوهم هذو دائما نجو هذي الكلمة صامتة هذو ما كان نروحوا بالنسبة الحرف ال D وقتش يكون صامت هنا عدنا هن ما نقولوش هند سانويتش ما نقولوش ساندويتش وينزدي هنكشف اوكي هنه هذي راهي سهلة شوفوا انتو ماذا كتل عصرنا الرابعة وتروحوا للثانوي رح تبدو تعرفوا القوانين هرهم بسطين لكم الأمور باش تدو فكرة ومبعد في الأعوام الجاية إن شاء الله تولوا تعرفوا المهم الحاجة لي ولي رأيكم تعرفيها تعرفوا أغلبية الكلمات أغلبية الكلمات أغلبية الكلمات كي تكون الأن ومورها دي دي ما نطقهاش شوفو هنا أن دي أن دي هنا دي أنا هنا وزدي وزدي معروفة بلي ما نطقهاش اوكي هنا أن دي اوكي في أغلبية الأحيان كي تكون الأن أمورها دي دي ما نطقهاش مفهوم؟ هذي هي والان رح نحلو الثمانين رقم ستة والثمانين رقم ثمانية صفحة ثلاثة وعشرين هنا وش قال لك I listen and take the words in which the letter age is not pronounced قال لك هنا هنا الأستاذ تحكم يقرأ لكم وتو ما تسمعوا غير تسمعوا الـ age ما هيش منطوقة دير هكذا علامة في في الكلمة اللي تكون غير منطوقة نقرأ لكم هنا هي هو هير هنالخي منطوقة هير 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 هيا غير منطوقة هير منطوقة غير منطوقة غير منطوقة هنا يشوفوا هنا كلمة حجاب لأنها كلمة عربية نقولوا حجاب لكن هنا ننتقناها بالك القوار يقولوا إيجاب يعني هنا نقولوا رهي منطوقة في الحق هذه الكلمة ما يدروهش حجاب هذه الكلمة بالحق ما تنداش في الكتاب هنا نقولوا وايت ما نقولوش وايت هنا السنة وهنا قلنا منطوقة هنا ما ندروهش إكس هنا وايت غير منطوقة هوريبل ما نقولوش آريبل هامبرغر رهي منطوقة وايفة ما نقولوش وايب هذي رهي رهي غير منطوقة هذي الكلمة اللي درنا لهم يعني هما ما ندروه إكس هكذا هذي كامل رهي غير منطوقة اوكي نروحوا الآن للتمرين رقم ثمانية واش قالك التمرين رقم ثمانية I listen and tick the words in which the letter D is not pronounced هنا هذر كامل رحين نشوفو ما قالكش ال H هنا قلنا ال H هنا نقولو ال D كي تكون ال D تعنا غير منطوقة اوكي يلا نبدو بأول كلمة اوكي هنا عدنا كاب و بورد هنا يأما ننتقل بي يأما ننتقل بي هنا في هذه الحالة رهنا راحين ننتقل بي نقولو كاب بورد ما نقولوش كاب بورد كاب بورد لا لا نقولو كاب بورد يعني هنا رهي منطوقة ما نحتاجوهش نروحوا الثانية Tuesday هنا دي رهي منطوقة اوكي Wednesday هنا يدي ليست منطوقة ما نقولوش Wednesday خطأ نقولو Wednesday so هذي غير منطوقة هنا هذرنا شفناها ما نقولوش handsome ما نقولوه handsome معنت هذي دي ما ننتقوهش هنا weekend هذي منطوقة عادي does هذي نعرفوها كامل هذي رهي دي جاء في البداية دائما الكلمات اللي جاء في البداية دي كي جاء في بداية الكلمة لازم ننتقوه هنا عدنا hand دي رهي منطوقة عادي handwriting هنا غير منطوقة ما نقولوش handwriting handwriting اوكي هذي غير منطوقة handkerchief هاي كيف كيف غير منطوقة sand شوفوه احنا في الدرجة تعني نقولو sandwich sandwich بسحة هنا في أصلها في اللغة الإنجليزية غير منطوقة نقولو sandwich sandwich دي جاء ما ننتقش sandwich نقولو sandwich sandwich هنا عدنا كلمة friday يوم الجمعة هنا رهي منطوقة عادي وهنا عدنا ما نقولوش handbag نقولو handbag handbag غير منطوقة مفهومة هنا وقتاش تكون عدنا دي منطوقة واله منطوقة شوفو نعطيكم واحدة الفكرة اغلبيتها اللي تجي دي اللي تجي في بداية الجملة تجي منطوقة في بداية الكلمة عفون تجي منطوقة واللي الي sty اغلبيت دي في وسطment الخطرة تجي منطوقة وخطرة تجي منطوقة مثلا اللي MICHELLE 멀طوقة دائما اللي уж عفون حرف الان شوفونا الآن غير منطوقة الآن اشتركوا في القناة ان شاء الله